أنه من ضمن القواعد اللي رسخها النظام مبدأ التقادم المسقط للدعوة نعم وش المكسود بهذا الموضوع؟ نعم في الوضع الحالي الحقيقي قبل العمل بهذا النظام الأصل أنه لكل شخصا يقيم الدعوة متى شاء في أي وقت شاء ولو كان هناك مر مدة طويلة على حقه فيأتي دعاوة لها عشر عشرين حتى خمسة عشرين وأكثر دعاوة يطالبه هذا الوضع طبعا الحقيقة يعني يؤدي إلى عدم استقرار تعاملات الناس وأملاك الناس النظام أخذ بقول فقهي معتبر وأيضا هو مستقر في القوانين ما يعبر عنه بالتقادم المسقط للدعوة وحدد مدة معينة في حال أنك تأخرت عن هذه المدة فإنك لا يحق لك لا تسمع الدعوة نسميها عدم سماع الدعوة هل الحق يسقط؟ الحق أنا أريد منك مبلغ من المال الحقيقة ديانة وفي القوانين الأخرى يسمون حق طبيعي هو يبقى في ذمة الإنسان ويعني يأثم لم يسدده وفقا للقواعد الشرعية ولكن إذا جاءت لدينا في المحاكم فنحن نقول النظام جعل لك مدة هو المدة التي جعلها النظام عشر سنوات عشر سنوات عشر سنوات على الواقع على ثبوت الحق نعبر عنه إذا ثبت الحق لك في ذمتي ومضى عشر سنوات عليها فإنك لا تسمع المحكمة الدعوة ثبوت الحق بتوصيف بمعنى أنه قد يكون مثلا في تعامل بينه وبينك لكن ما ثبت الحق من يثبت الحق لا هو واقعا يثبت الحق بمعنى أنه أنا وأنت بيننا تعامل ولنفترض أنك أجلتني لمدة سنة بعد هذه السنة الآن ثبت الحق بعد السنة ليست من بداية التصرف فبعد هذا السنة عشر سنوات عندما تمضي العشر سنوات فإذا جئت تطالب بالمحكمة المحكمة تقرر أن هناك مضى مدة نسميها التقادم وبذلك لا تسمع المحكمة وليس فقط عشر سنوات هناك بعض التصرفات خمس سنوات بل هناك بعض التصرفات سنة تقدر توضح لنا نعم مثلا تعاملات اللي نسميها تعاملات التي لا يمكن أن ينساها الناس والتعاملات التي فيها مشاحة بين الناس هذه لها سنة واحدة ولطبيعتها مثلا تعاملات التجار فيما مع المستهلكين خمس سنوات مثلا فالنظام جعل مستويات متى لا تسمع الدعوة وبين أصناف هؤلاء الأشخاص وأيضا لضمانة الحقوق قد يقول قائل قد هذا يهدر حقوق بعض الناس قد يعني يسكت عن هذا المطالبة الاعتبارات اجتماعية الاعتبارات حتى خلوقية وإنسانية نقول أيضا النظام جاء مثل ما قلت قبل قليل بنظرية فإذا كان للإنسان عذر قد يكون الإنسان معذور والمحكمة تعرف هذا العذر وتقبله فهنا لا تلتفت إلى المدة وتمد في المدة قد يوجد شيء يوقف الدعوة مثلا صار بينه وبينك محاولة إصلاح في هذا الموضوع هذه المدة تحسن من هذا لو كانت العلاقة علاقة نسميها أدبية علاقة الأب مع أولاده مثلا علاقة الزوج مع زوجته وبينهم حقوق نعم ووضع الناس يتساهل في مطالبات فيما بينهم هؤلاء فلذلك يعتبر أن هذا المدة تحسم من مدة التقادم فالنظام جاء يعتبرها استثناء نعم استثناء طبعا الأصل هو طبق النصوص النظامية المهم أن أشير إلى أن النظام جاء بنظرية متكاملة لهذا الموضوع وبين متى تقف المدة ومتى تنقطع المدة متى يعذر الإنسان وحدد المدد في هذا العام يعني مبدأ التقادم هذا الآن يبدأ تقريبا نقول من سنة إلى عشر سنين صحيح بل بعض المسائل أقل من سنة قد تكون مسترخ ما عطتني توصيف دقيق لها نعم أنا الأصل عشر سنوات في الحقوق عامة لا تكلم لمدة سنة هذه لمدة سنة مثلا حقوق بعض العمال مثلا الأجران يسميه هذا يعني لا يتصور أن عامل يسكت عن حقه خمس سنوات ولا سنتين ولا ثلاث فله مدة محددة إذا مضت هذه المدة يفترض المنظم أن هناك وفاء أصلا هناك وفاء في هذا الأمر فتأتي بعد هذه المدة ما تستقر حقوق الناس ولكن في التعاملات المالية التي من طبيعتها أن يصبر الناس عن حقوقهم ويؤجلون المطالبة فيها جعلت المدة أكثر من هذا هي تفاصيلها طويلة ومفصلة بالنظام ولكن أنا أشارت لك إلى بعضها لكن اللي يمكن يهم الناس أيضا الإشارة إلى أن هذه النظرية محكومة بقواعد أخرى لتحقق العدالة ليس فقط مرور عشر سنوات ينهي كل شيء وإنما فيه استثناءات بيّنها النظام ترجمة نانسي قنقر